السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين أما بعد طيب عندنا قاعدة أحتاج أني أشرحها لكم لأنها مهمة انتبه معي نقول نقول النسيان النسيان قاعدة قاعدة النسيان النسيان يرفع النسيان يرفع الإثم أي أن الإنسان إذا نسي لا يأثم هذا عذر النسيان يرفع الإثم أي أن الإنسان إذا نسي لا يأثم هذا بالإجماء إذا كان الإنسان ناسيا فإنه لا يأثم هذا بالإجماء هذا من حيث الإثم لكن هل يجب عليه قضاء العبادة أو لا يجب هل عليه أن يفعل العبادة مرة أخرى أو لا نقول النسيان له حالتان إما أن ينسي فعل واجب أو نقول بعبارة أدق فعل أمر فعل مأمور إما أن ينسى فعل مأمور وإما أن ينسى فيرتكب منه يفعل منه إما أن ينسى يترك أمرا أو ينسى فيفعل نهيا واضح أعطيكم أمثلة وأنتم قلوا لي هل هذا ترك واجبا أو فعل نهيا مثال أول شخص نسي الترتيب في الوضوء هل هذا نسي واجبا أو فعل منهيا ما رأيكم شخص نسي الترتيب في الوضوء هل الترتيب في الوضوء واجب تركه أو حرام فعله ها واجب تركه إذن الترتيب في الوضوء في الوضوء الترتيب في الوضوء فعل مأمور واجب مطلوب أن تفعله صح شخص نسي فتكلم في الصلاة هو يصلي فتكلم في الصلاة ناسيا هل هذا نسي ففعل واجبا أو نسي فارتكب حراما ما ما رأيك ارتكب حراما ما هو الحرام ما هو الحرام الذي ارتكبه ما هو الحرام الذي فعله أنه تكلم تكلم في الصلاة الكلام في الصلاة حرام إذن هذا نسي ففعل حراما صح تكلم في الصلاة إذن هنا أو هنا هنا ها إذن نقول نسي فتكلم في الصلاة هذا الأول نسي الترتيب في الوضوء طيب شخص ثالث نسي وكان صائما نسي وكان صائما فأكل أكل ناسيا وهو صائم هل هذا الشخص الذي أكل ناسيا وهو صائم فعل منهيا أو نسي فترك واجبا ماذا فعل منهيا إذن نقول نسي فأكل وهو صائم هنا صح شخص رابع وهو يصلي نسي فسجد سجدة واحدة نسي فسجد سجدة واحدة هل هذا الشخص فعل منهيا أو ترك واجبا ترك واجبا هنا أو هنا هنا نسي فسجد سجدة واحدة ترك واجبا ترك السجدة الثانية إذن هناك فرق بين من ينسى فيترك أمرا يترك أمرا هذا ترك الترتيب أمر هذا ترك سجدة أي ترك أمرا لكن ناسيا هل يأثم هذا لأنه ترك الترتيب في الوضوء يأثم أو لا يأثم هل يأثم لأنه نسي الترتيب في الوضوء أو لا يأثم لا يأثم لا يأثم هل هذا هذا يأثم يأثم هل يأثم لا يأثم النسيان يرفع الاثم دائما تمام النسيان يرفع الاثم دائما لا يأثم نسي فأكل وهو صائم هل يأثم أو لا يأثم لا يأثم إذن كلهم لا يأثمون طيب انتبه معين انتهينا من الإثم كل ناس يفعل شيئا يترك واجبا يرتكب حراما وهو ناس لا يأثم انتهينا من هذا هذا الشخص نسي الترتيب في الوضوء وضوءه صحيح أو غير صحيح غير صحيح يجب عليه أن يتوضى هذا الشخص نسي فسجد سجدة واحدة فقط صلاته صحيحة لا لا بد أن يسجد السجدة الثانية وسندرس كيف يكبر هذا الخلل تمام إذا نسي فعل مأمور فلا بد أن يأتي به لا بد أن يفعله لا نقول خلاص عفو لا إذا نسيت فعل مأمور إذا نسيت فعل مأمور إذا نسيت فتركت واجبا لا بد أن تفعله لابد أن تفعله واضح لكن إذا نسيت فارتكبت منهيا نسيت فتكلمت في الصلاة هذا منهي عنه نسيت فأكلت وأنت صائم الأكل في الصيام منهي عنه إذا نسيت فارتكبت منهيا فهذا معفو معفو عنه لا تطالب إذا نسيت فتكلمت في الصلاة لا تطالب بإعادة الصلاة إذا نسيت فأكلت وأنت صائم لا تطالب بإعادة الصيام لكن إذا نسيت فتركت الترتيب تطالب بإعادة الوضوء إذا نسيت فتركت سجدة لا بد أن تأتي بالسجدة واضح وغير واضح واضح إذن نقول النسيان يرفع الإثم تمام وأما من نسي فترك واجبا فلا بد أن يأتي به ومن نسي ففعل حراما فلا شيء عليه واضح وغير واضح وهذه أمثلة القاعدة إذن نكتب القاعدة هنا نقول النسيان يرفع الإثم دائما ومن نسي فترك واجبا هنا تمام نسي فعل مأمور ترك واجبا من نسي فترك واجبا فلا بد أن يفعله لا بد أن يفعله تمام ومن نسي ففعل حراما فهو عفو هذا القاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه للدليل من نسي من نام عن صلاة أو نسيها أو نسيها عفو خلاص أو يصليها ما رأيكم يصليها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا بد أن يفعله هذا هذا إذا كان ماذا ترك واجبا ترك صلاة واجبة تمام أو حتى لو كانت الصلاة صلاة مستحبة يمكن تمام وأما من نسي ففعل حراما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم إيش فليتم صومه نسي ففعل حراما قال فليتم صومه يعني صحيح هذا عفو إذن نفرق في النسيان بين من نسي فترك واجبا نقول لا بد أن تفعله من نسي ففعل حراما نقول هذا عفو والنسيان يرفع الإثم يرفع الإثم دائما واضح هذه القاعدة يمكن أن تكتب هذا في دفترك وإذا أردت أن تكتب هذه الأمثلة سريعا اكتبها تمام يعني حتى يتضح لكم أكثر سنكتب هنا نسي فترك واجبا نفس المعنى نسي ففعل منهيا نفس المعنى تمام انتبه درس اليوم درس مهم جدا يتعلق بعبادة الوضوء درسنا من قبل تعريف الوضوء ودرسنا في فرائض الوضوء ودرسنا سنع الوضوء اليوم ندرس نواقض الوضوء ما معنى نواقض؟ نواقض الوضوء النواقض جمع ومفرد نواقض جمع ومفرد جمع جمع ما المفرد ما المفرد نواقض جمع ما المفرد ناقض المفرد ناقض ناقض واضح المفرد ناقض ما معنى ناقض الناقض معناه المفسد 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 نواقذ الوضوء أي مفسدات الوضوء الأشياء التي تفسد الوضوء بمعنى آخر الأشياء التي تكون سببا في انتهاء الوضوء يكون شخص متوضئا متى ينتهي الوضوء إذا حصر له شيء من هذه الأشياء الخمسة أنت على وضوء متى ينتهي الوضوء إذا حصر واحد من هذه الأشياء الخمسة إذن هذه الأشياء الخامسة ماذا تسمى تسمى نواقض الوضوء أو تسمى مفسدات الوضوء ويمكن أن تسمى أسباب الحدث أسباب الحدث يعني أنت متوضع ماذا تكون محدثا ماذا تكون محدثا إذا خرج شيء من السبيلين تكون محدثا هذا السبب إذا حصل النوم تكون محدثا هذا السبب إذا زال العقل تكون محدثا هذا السبب إذا حصل التلامس بين رجل وامرأة إذا حصل مس للفرق تكون محدثا إذن هذه تسمى أسباب الحدث تسمى أيضا نواقض الوضوء إذن يمكن أن تسميها أسباب الحدث لأنها الأشياء التي تكون سببا في أن هذا الشخص محدث تمام تسمى أسباب الحدث نتوسع قليلا أسباب الحدث أسباب الحدث ما معنى الحدث ما معنى الحدث ما هو الحدث نقول أسباب الحدث ما هو الحدث قلت لكم من قبل الحدث أصغر وأكبر صح إذن ما هو الحدث قال العلماء الحدث أمر اعتباري تمام يقوم بالبدن أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص تبه معي الحدث أمر اعتباري ما معنى أمر اعتباري أمر اعتباري يعني أمر لا يرى بالعين لا ترى النقاسة أمر اعتباري أو أمر حسي ها النقاسة النقاسة أمر حسي أو أمر اعتباري حسي النقاسة العينية أمر حسي أنت ترى الدم أنت ترى الميتة أنت ترى البول أنت ترى الغائر تحس ذلك تراه تشمه هذا أمر حسي النقاسات العينية أمر حسي لكن الحدث أمر اعتباري أنا لا أعرف من منكم الآن محدث ومن متوضع وأنتم لا تعرفون هل أنا متوضع أم محدث إذن هو أمر يشاهد بالعين يشم بالأنف أو لا 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 يدرك بالحاسة لا يدرك بالحواس إذن هذا أمر ماذا أمر اعتباري ما معنى اعتباري ما معنى اعتباري من يعبر ما معنى اعتباري ماذا فهمت ماذا فهمت من قول العلماء الحدث أمر اعتباري يعني ارفع صوتك أمر باطني أمر باطني أحسن أو نقول أمر لا يمكن إدراكه بالحس لا يمكن إدراكه بالحواس لا يدرك بالعين لا يدرك بالسمع لا يدرك بالشم لا يدرك يعني بالطعم لا يدرك أمر معنوي ليس أمرا ظاهرا أمر باطن كما قل إذن الحدث أمر ظاهر أو باطن الحدث أمر ظاهر أو باطن ظاهر أو باطن باطن لكن النقاسات العينية ظاهرة أو باطنة ظاهرة إذن الحدث أمر باطن ولذلك أنت عندما ترى إنسان هل تعرف أنه متوضع أو غير متوضع لا تعرف إذن هذا أمر باطن هذا معنى قول الفقهاء أمر اعتباري هذا الأمر الاعتباري بماذا يكون هل يكون بالقدار أو بالسبورة أو بالكتاب أو بالإنسان الحدث الحدث في ماذا يكون هل الحدث يكون في الكتاب تقول هذا كتاب محدث أو يكون في القدار تقول هذا قدار محدث أو يكون في الشجرة تقول هذه شجرة محدثة أو يكون في الإنسان تقول هذا إنسان محدث في ماذا يكون الحدث في الإنسان إذن الحدث في ماذا يقوم أو بعبارة أخرى أين يوقد الحدث أين يوجد الحدث هل يوجد الحدث في الإنسان أو في الجماد أو في الكتاب أو في الشقر أين يوجد الحدث يوجد بالبدل في الإنسان قال أمر اعتباري يقوم بالبدل عرفنا جيد إذن الحدث أمر اعتباري ما معنى اعتباري نقول اعتباري كما قال زميلكم أمر باطن أمر باطن يقوم بالبدن أي يقوم بالإنسان أو بالمكلف واضح أمر اعتباري يقوم بالبدن يعني لا يقوم بالأشياء الأخرى فلا توصف الأشياء الأخرى بالحدث لا تقول السبورة هذه محدثة واضح لا تقول هذا الكتاب محدث لكن تقول هذا إنسان محدث هذا رجل محدث فهو يقوم بالبدن لكن لا يقوم بالأشياء الأخرى تمام قال أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة يعني أن الذي يصلي وهو محدث لا تصح صلاته من يصلي وهو محدث لا تصح صلاته وهذا دليل واضح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور واضح إذا الحدث هذا يمنع ماذا هل الحدث يمنع الأكل أسأل الحدث يمنع الأكل المحدث يأكل أو لا يأكل يأكل يشرب أو لا يشرب يشرب هل يمنع النوم لا يمنع النوم هل يمنع المشه لا يمنع المشه يمنع ماذا يمنع الصلاة واضح إذا الحدث أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة يمنع من صحة الصلاة يمنع من صحة الصلاة متى حيث لا مرخص عبارة أسهل من هذا حيث لا توجد رخصة يعني أحيانا أحيانا المحدث يقوز له أن يصلي أحيانا المحدث يقوز له أن يصلي متى إذا في رخصة يعني شخص مثلا محبوس في مكان هذا المكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب شخص حبس في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب جاء وقت الصلاة وهو محدث كيف يصنع لا يوجد ماء للوضوء ولا يوجد تراب للتيمم كيف يصنع يصلي أو يترك الصلاة نقول يصلي على حالته يصلي على ما هو عليه حتى وإن كان محدثا لأن الله عز وقل يقول في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم هو لا يستطيع على الماء ولا يستطيع على التراب إذن يصلي على حالته فهمنا هذا رخصة في حقه إذن الحدث هذا الشخص صلى وهو محدث أو وهو متطاهر أسألكم هذا الشخص هل صلى وهو محدث أو صلى وهو متطاهر صلى وهو محدث لكن هذه رخصة هذه رخصة واضح إذن نقول ما هو الحدث أمر اعتباري يمنع أو يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة متى يمنع من صحة الصلاة إذا لا توجد رخصة إذا لا توجد رخصة يمنع أما إذا هناك رخصة مثل شخص لا يجد ماء ولا يجد تراب نقول له صلي حتى وإن كنت محدثا تمام إذن الحدث أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص عرفنا أو لا عرفنا من يشرح لي هذا التعريف باختصار من يشرح لي هذا التعريف باختصار تفضلوا من يشرح لي هذا التعريف الذي قلته الآن يعيد الشرح مرة أخرى اثنان يتساعدان كل واحد يساعد الآخر ما رأيك من يشرح اختر واحدا يمكن أن تختار اختر واحدا من زملائك ليشرح اختر واحدا محمد صديق من محمد صديق محمد صديق تفضل اشراح يا محمد الذي فهمت تفضل معنى الحدث ايوه تعريف الحدث امر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بسم الله اساعدك ما معنى امر اعتباري امر باطني اي انه لا يدرك بالحاسة لا يرأ لا يسمع لا يشم امر باطني احسن امر اعتباري يعني امر باطني لكن هناك اشياء تكون ظاهرة مثل ماذا الذي يكون ظاهرا النقاسة النقاسة العينية تكون ظاهرة صح تراها بالعين تشعر بها تلمسها صح تشمها هذه ظاهرة هل في النقاسة سنقول النقاسة امر اعتباري او نقول امر ظاهر امر ظاهر النقاسة العينية امر ظاهر نعم الحكمية شيء اخر تفضل أمر اعتباري هذا الأمر الاعتباري أين يوجد الحدث أمر اعتباري أين يوجد أين يوجد هذا الأمر قال يوجد في الشقر يوجد في الكتاب يوجد في الإنسان أين يوجد هذا الأمر الاعتباري في الإنسان يوجد في البدن أمر اعتباري يقوم بالبدن أحسن هذا الأمر الاعتباري من ماذا يمنع هل يمنع من الأكل أو من الشرب أو من النوم يمنع من الصلاة أحسنت يمنع من الصلاة دائما لا متى أحسنت حيث لا توجد رخصة حيث لا توجد رخصة اختر واحدا من هنا يعيد من هذه الناحية صليحين أين صليحين أنت 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 فضل إشرا أمرو إتباري يعني أمرو باتين يقوم بالبدن يعني بالإنسان أحسنت يمنع من صحة للصلاة حيث لا رخصة أيوة أي أن الحدث يمنع من صحة الصلاة لكن لا يمنع مثلا لا يمنع من الصيام صح المحدث يقوز له أن يصوم أو لا يقوز له أن يصوم يقوز له أن يصوم المحدث يقوز له أن يقرأ القرآن أو لا يقوز نعم في الحدث الأصغر يقوز له أن يقرأ القرآن إذن الحدث يمنع ماذا الحدث يمنع الصلاة ويمنع بعض الأشياء الأخرى التي سندرسها اليوم إن شاء الله تمام أحسن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ما معنى قوله حيث لا مرخص حيث لا مرخص يمكن أن تسأل واحدا آخر يمكن تسأل من اختر من أرقص تفضل ما معنى قوله حيث لا مرخص تفضل إذا لم يجد رخص متى يجوز للمحدث أن يصلي أعطينا مثال إذا لم يجد ماذا ماء ولم يجد ترابا يجوز له أن يصلي وهو محدث لأن هذه رخصة أحسن ممتاز وهذا الذي لم يجد الماء ولم يجد التراب يسمى خاقد الطهور يعني لم يجد ماء ولم يجد تراب يسمى فاقد الطهور اعرفنا معنى الحدث إذن ما هو الحدث أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص واضح هذا مهم أن تعرفوه إذن نواقض الوضو ماذا تسمى نواقض الوضو تسمى نواقض الوضو وتسمى أسباب الحدث تسمى أسباب الحدث ولذلك عندما قلت لكم تسمى أسباب الحدث عرفت لكم الحدث ما هو الحدث عندما نقول الحدث الحدث ما هو الحدث الحدث أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة لا تستطيع أن تصلي وأنت محدث إلا عند الرخصة تمام أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص سريعا نكتب هذا سريعا سريعا انتبه يمكن إذا لم تنقل من السبورة تنقل بعد الدرس من زملائك تنتبه الآن ما هي نواقض الوضوء ما هي أسباب الحدث أسباب الحدث خمسة أسباب الحدث كم خمسة فقط يعني لو سألتك بعد الدرس شيئا عن غير الخمسة لا ينقض الوضوء فقط خمسة لو قلت لك بعد الدرس كذا كذا ينقض الوضوء وهو غير موجود الجواب لا فقط هذه الخمسة ما هي أسباب الحدث؟ أول سبب من أسباب الحدث الخارج من السبيلين المقصود بالسبيلين القبل أي مخرق البول الدبر أي مخرق الغائق كل شيء كل شيء كل كل شيء يخرج من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء كل شيء سواء هذا الشيء معتاد مثل البول والغائق أو شيء نادر مثل بعض الناس الذي عنده حجارة صغيرة في الكلاء تمام؟ قد تخرج منهم حصاء صغيرة هذا ينقض الوضوء قد يخرج من بعضهم دم بسبب مرض أو ما شابه ذلك يخرج مثلا من القبل دم أي من مخرق البول يخرج دم ينقض الوضوء أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان هذا الشيء كما قلت لكم معتاد أو نادر سواء كان هذا الشيء قامد أو سائل سواء خرق باختيارك أو بغير اختيارك كل شيء يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر يبطل الوضوء استثنى فقهاء الشافعية شيئا واحدا وهو المني لكن لن ندرس هذا الآن سندرس هذا في المستقبل الآن هذا لا يناسب هذا المستوى هم قالوا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني نحن نقول إلا المني سنؤجل هذا الكلام لكن الذي أريدك أن تعرفه الآن أن كل شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء كل شيء حتى لو كان الخارج من السبيلين طاهرا كالريح كما قلت لكم فإنه ينقض الوضوء أو نجسا معتادا أو نادرا جامدا أو سائلا خرج باختيارك أو بغير اختيارك كل ذلك ينقض الوضوء واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوطى وفسر الحدث بخروج شيء من السبيلين هذا الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين كل خارج كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء كما قلت لكم باستثناء المني سندرس هذا مستقبلا الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السح فمن نام فليتوضأ أي أن الإنسان عندما يكون مستيقظ يشعر إذا خرج منه شيء يشعر إذا كان مستيقظ لكن إذا نام فإنه لا يعلم ولا يشعر إذا خرج منه شيء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن نام فليتوضأ قال العلماء النوم من أسباب الحدث إلا في حالة واحدة إذا نام الإنسان وهو جالس متمكن من قلوسه فإنه لا ينتقدر إذا نام الإنسان وهو جالس متمكن من قلوسه فإن وضوءه لا ينتقدر طبعا استدل على هذا بحديث في الصحيح المسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى ينامون حتى تخفق رؤوسهم هكذا ثم يصلون ولا يتوضأون فدل هذا على أن من نام وهو جالس فإن وضوءه لا ينتقف ولذلك قال لك الفقهاء النوم ينقض الوضوء لكن بشر من غير ممكن مقعده من الأرض من غير ممكن مقعده من الأرض أما الممكن ما معنى الممكن أي الذي يجلس على الأرض ليس بينه وبين الأرض تباعد هكذا يجلس على الأرض هكذا تمام ليس بينه وبين الأرض تباعد أما لو جلس على سبيل المثال نقول هذا شخص مثلا هكذا يجلس هكذا وهنا الأرض هنا يوجد فراغ هذا ينتقض الوضوء لأنه يوجد تباعد واضح أما إذا لم يوجد تباعد كقلوسنا على الكرسين أو قلوسنا على السيارة أو قلوسنا في الأرض مثلا فهذا لا ينتقض الوضوء ومع ذلك إذا نام الإنسان وهو جالس متمكن من قلوسه لا ينتقض الوضوء والأفضل أن يتوضى مع ذلك الأفضل أن يتوضى يستحب له أن يتوضى إذن نقول النوم إذا نام الإنسان ينتقض الوضوء إلا إذا نام جالسا متمكنا من قلوسه كما تقلسون الآن تمام متربعين متمكنين من قلوسكم إذا نام الإنسان بهذه الصورة لا ينتقض الوضوء ومع ذلك الأفضل له أنه يتوضى تمام قال النوم من غير ممكن ما معنى ممكن التمكين معناه أنه لا يوجد تباعد بينه وبين مكان القلوس بينه وبين مكان قلوسه لا يوجد تباعد أما إذا كان يوجد تباعد كما شرحت لكم الآن يوجد فراغ فهذا غير متمكن لكن إذا كان يقلس مثلكم هذا متمكن فمعنى التمكين أنه لا يوجد تباعد بينه وبين مكان قلوسه لا يوجد تباعد لا يوجد فراغ تباعد يعني فراغ تمام إذا نقول النوم من غير هيئة المتمكن ينقض رضو وهنا نقول النوم من غير هيئة الممكن مقعده مقعده يعني مكان قلوسه تمام من الأرض هذا ليس شرطا قد يكون في الأرض يجلس في الأرض كما تجلسون أنتم قد يكون جالسا على الكرسين قد يكون جالسا على الحمار على الخيل حصان على الجمل أي مكان يجلس عليه ليس ضروري أن يكون أرضا قد يكون أرض وقد يكون غير الأرض تمام إذن هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء الناقض الأول كل ما خرج من السبيلين الناقض الثاني النوم إلا إلا في حالة وحدة إذا نام وهو جالس متمكن من قلوسه فهمنا إن شاء الله الناقض يعود يكون فمن باب أولى تمام لأن الجنون زوال الشعور عن القلب لكن تبقى الحركة والقوة تمام الجنون ما هو الجنون مرض يزيل الشعور عن القلب لكن تبقى القوة والحركة يستطيع المجنون يمشي يجري يتحرك يتكلم هذا المجنون إذن هو مرض يزيل الشعور عن القلب لكن مع بقاء القوة والحركة أما الإغماء تعرفون الإغماء ماذا يسمى الإغماء بلغتكم أرفع صوتك حتى يسمعوه بإنسان هكذا عرفتم الإغماء زوال الشعور عن القلب لكن هل البدن يتحرك ولا يتحرك لا يتحرك نقول الإغماء مرض يزيل الشعور عن القلب لكن مع فتور البدن البدن لا يتحرك أما في القنون مرض يزيل الشعور عن القلب لكن مع بقاء القوة والحركة نقول إذا زال العقل إذا زال العقل سواء زال العقل بمرض أو زال العقل بقنون أو زال العقل بإغماء فإن الوضوء ينتقذ هذا من باب أولى إذا كان النوم ينقض الوضوء فالجنون والإغماء من باب أولى أنهما ينقضان الوضوء أرجو أن يكون واضحا الناقض الرابع من نواقض الوضوء تلاقي بشرتين رجل وامرأة كبيرين أجنبيين تلاقي بشرت رجل وامرأة كبيرين أجنبيين كم شروط خمس شروط تلاقي ما معنى تلاقي يعني ملامسة 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 أما لو حصل التلامس من فوق حائن هل هذا تلاقي؟ هل هذا تلاقي؟ ليس تلاقي التلاقي البشرة البشرة يعني القلد يلمس القلد هذا تلاقي هذا تلاقي لكن هذا ليس تلاقي إذن عندما نقول تلاقي عندما نقول تلاقي سنكتب هنا تلاقي نفهم أنه لو لمس من فوق من فوق حائل حائل يعني ساتر لو لمس من فوق ساتر هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض ها لا ينتقض متى ينتقض إذا كان تلاقي تمام إذن تلاقي نقول نفهم منه أنه لو لمس من فوق حائل فلا ينقض الوضوء متى ينقض الوضوء؟ إذا حصل التلاقي هكذا لمس البشر البشر هكذا هكذا تمام هذا يسمى تلاقي أما إذا كان من فوق ساتر هكذا 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 هذا لا ينقض تمام إذن نقول الشرط الأول ما هو الشرط الأول التلاقي الشرط الثاني أن هذا التلاقي يكون بالبشرة ما هي البشرة ما هي البشرة القلد القلد يسمى بشرة هذا أما لو حصل التلاقي بغير البشرة لو حصل التلاقي بغير البشرة يعني لمس غير القلد مثل إيش مثل إيش شيء في الجسم ليس فيه جلد مثل ماذا مثل الشعر لو لمس شعر المرأة لمس شعر المرأة هل ينتقد الوضوء لا ينتقد لأن هذا ليس بشرة لو لمس ضفرها لو لمس ضفرها هل ينتقد الوضوء لا ينتقد لماذا ليس بشرة لو لمس سنها ينتقد الوضوء أو لا ينتقد لا ينتقد لماذا ليس بشرة إذا نقول عندما قال البشرة نفهم أنه لو لمس لو لمس الشعر أو السن أو الضفر فلا ينتقد صح لأن هذه ليست بشرة لأن هذه ليست بشرة متى ينقض إذا لمس البشرة لكن الشعر ليس بشرة الضفر ليس بشرة السن ليس بشرة تمام جيد تلاقي بشرتين بشرتين من ومن رجل وامرأة رجل وامرأة طيب لو لمس رجل رجلا ينتقد الوضوء لا لو لمست امرأة امرأة ينتقد الوضوء لا متى يكون هناك نقض إذا كان رجل امرأة نفهم من هذا أنه لو لمس رجل رجلا أو امرأة امرأة فلا نقض لا ينقض متى يكون النقض إذا كان بين الرجل وامرأة فقط إذا كم عندنا الآن كم عندنا ضوابط هذا الثاني أو كم عندنا قيود ثلاثة إذن إذن بارك الله فيكم لمس أو التقاء يعني من غير حائل بشرتين أي جلد تمام رجل وامرأة نفهم أن لمس رجل لرجل وامرأة لامرأة لا ينقض قال كبيرين ما معنى كبيرين ما معنى كبيرين ما معنى كبيرين ليس بالغا بلغ حد الشهوة ليس بالغا البلوغ الشرعي وإنما بلغ حدا يشتهى يعني مثلا البنت بلغت سنا إذا يراها الرجال من أصحاب الطبع السليم يشتهونها أو الرجل يبلغ سنا إذا رأته النساء يشتهينهم هذا المقصود تمام ليس المقصود البلوغ الشرعي البلوغ الشرعي البلوغ الشرعي له ثلاث علامات البلوغ الشرعي له ثلاث علامات العلامة الأولى نزول أو خروج المني خروج المني إذا خرج المني هذا علامة على أنه بالغ الثانية خمسة عشر سنة قمرية تحديدية تمام الثالث خاص بالنساء الحيظ هذه علامات البلوغ الشرعي لكن هنا لا تحدثوا عن هذا هنا المقصود بلغ حدا يشتهى ليس المقصود بلغ البلوغ الشرعي يعني على سبيل المثال البنت البنت إذا كان عمرها عشر سنوات ولم يحصل لها شيء من هذه الثلاثة يعني غير بالغة لكن بنيتها جسمها إذا رأاها الرجال أصحاب الطبع السليم يشتهونها إذن هذه لمسها ينقض الوضوء مع أنها لم تبلغ البلوغ الشرعي فهمنا؟ أي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم يعني الرجال السليمين ليسوا المنحرفين تمام؟ أيها إذن هذا معنى كبيرين آخر شرط من الشروط ماذا؟ أجنبيين تكتبون هذا بعد قليل ممكن أتركه لكم ممكن تستفيدون تكتبون هذا ما معنى أجنبيين؟ أجنبيين إذن هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع ما معنى أجنبيين؟ الخامس أجنبيين أجنبي يين ما معنى أجنبيين؟ ليس ارفع صوتك ليس من المحارم أحسنت ارفع صوتك حتى أسمع ليس من المحارم ليس من المحارم طيب لو لمس من المحارم لو لمس أمه ينتقض الوضوء لو لمس بنته أخته عمته خالته بنت أخيه بنت أخيه بنت أخته ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء متى ينتقض الوضوء؟ إذا لمس امرأة أجنبية ما معنى أجنبية؟ يعني ليست من محارمه ليست من محارمه طيب لو لمس أم زوجته ينتقض الوضوء أو لا ينتقض لا لماذا لا؟ لأنها محارم لو لمس أخت زوجته محرم محرم أو لا؟ ينتقض الوضوء أو لا ينتقض ينتقض الوضوء ليست محرما ليست محرما تمام؟ لو لمس زوجته أبيه أبوه متزوج امرأتين متزوج الأم أمك ومتزوج امرأة أخرى فأنت لمست المرأة الأخرى زوجته أبيه ينتقض الوضوء أو لا ينتقض لا ينتقض لماذا؟ محرم؟ محرم أحسنتم ممتاز إذن نقول بارك الله فيكم إذا لمس امرأة من محارمه لا ينتقض الوضوء تمام؟ من هنا المحارم؟ من هنا المحارم؟ ما المقصود بالمحارم هنا؟ ليس من المحارم من المحارم؟ والمحارم؟ من يحرم نكاحهن تأبيدا يحرم نكاحهن متى؟ تأبيدا أبد حرام من يحرم نكاحهن تأبيدا بنسب أي بسبب النسب الأم البن الأخت العمة الخالة بنت أخيك بنت أختك أو رضاع رضاع أمك من الرضاع أختك من الرضاع بنتك من الرضاع عمتك من الرضاع خالتك من الرضاع بنت أخيك من الرضاع بنت أختك من الرضاع أو مصاهرة ما معنى مصاهرة مصاهرة أربع نساء زوجة أبيك زوجة ابنك تمام زوجة ابنك زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك أم زوجتك وبنت زوجتك واضح بنسب كم نساء بالنسب سبع بالرضاع كم سبع بالمصاهرة كم أربع كم المجموع ثمانية عشر امرأة هؤلاء لمسهن لا ينقض روض أما غيرهن ينقض روض ولذلك على سبيل المثال لمس الزوجة ينقض روض أم لا ينقض روض لا ينقض روض لمس الزوجة لا ينقض روض صح لأن الزوجة من لأن الزوجة محرم الزوجة محرم ممتاز من المحارم؟ من المحارم؟ من يحرم نكاحهن لماذا تزوجتها؟ إذا هي من المحارم يحرم نكاحها كيف تتزوجها؟ لمس الزوجة ينقض روض أو لا ينقض روض ينقض روض أجنبية ليست من محارم الزوجة زوجتك ليست من السبع أنا قلت لك السبع من؟ الأم البنت الأخت العم الخالة بنت الأخ بنت الأخت ذكرت الزوجة؟ لا من الرضاع أمك من الرضاع بنتك من الرضاع أختك من الرضاع عمتك من الرضاع خالتك من الرضاع بنت أخيك من الرضاع بنت أختك من الرضاع ذكرت الزوجة؟ لا بالمصاهرة زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك ذكرت زوجتك لا إذن زوجتك ليست من المحارم لمسها ينقض الوضوء واضح وغير واضح إذن نقول هذه كم قيود خمسة أنا بعد الفاصل لا سأكتب لكم الآن سأكتب لكم المحارم هنا تمام سأمسحه هنا قليلا وأكتب هذه القيود بارك الله فيكم هذه خمسة قيود القيود الأول عندما قلنا تلاقيه نفهم أنه لو لمس من فوق حائل فلا ينقض الوضوء تمام عندما قلنا بشرة نفهم أنه لو لمس الشعر أو السن أو الظفر فلا ينقض الوضوء لأنه ليس بشرة تمام عندما قلنا نفهم أنه لو لمس بنتا صغيرة أو المرأة لمست طفلا صغيرا ابنا صغيرا لا ينقض الوضوء لأنه ليس كبيرا تمام عندما قلنا أجنبيين نفهم أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء من هن المحارم قلنا المحارم كم ثمانية عشر امرأة نكتب هن هنا تمام وفي قد إن شاء الله حفظ سأسألكم طالب علم لا يعرف محارمه هذا مشكلة مشكلة إذا كان من العوام ممكن لكن طالب علم ولا يعرف المحارم مشكلة كبيرة المحارم إما محارم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة بالنسب من الأم تعرف أمك الحمد لله البنت الأخت بالترتيب بالترتيب الأم البنت الأخت العم العم من العم أخت أبيك أخت أبيك أخت قدك أخت قدك أخت قدك أبو أبو حتى حواء تعرفون حواء من حواء من حواء من حواء زوجة آدم لو معها أخت لو معها أخت ستكون خالة لك وآدم لو عنده أخ سيكون عما لك فهمنا بنت بنت الأخ أخوك عنده بنت تمام بنت الأخت أختك عندها بنت كل هؤلاء محارم كم هؤلاء كم هؤلاء سبعة هؤلاء بالنسب بالرضاع الأم من الرضاع تمام البنت من الرضاع الأخت من الرضاع كيف البنت من الرضاع كيف البنت من الرضاع أرضعتها أنت كيف أرضعتها زوجتك أرضعتها من زوجتك شخص شخص زوجته أرضعت طفلة أخذ الطفلة من القيران أرضعتها تمام هذه البنت أرضعتها من أرضعتها زوجتك إذن هذه بنتك من الرضاع لأن زوجتك أرضعتها طبعا أرضعتها خمس مرات خمس رضاعات تمام هذا معنى البنت من الرضاع الأخت من الرضاع ما معنى أخت من الرضاع يعني رضعت معها من امرأة واحدة رضعت أنت وهي من امرأة واحدة تسمى أختا من الرضا العمة من الرضا أي رضع معها أبوك أبوك رضع معها الخالة من الرضا أي أمك رضعت معها تمام بنت الأخ من الرضا أنت عندك أخ من الرضا أخ من الرضا يعني رضعت أنت وهو من امرأة تبه رضعت مثلا ما اسمك أنت ألف وما اسمك أنت عمر عمر وألف رضعا من امرأة واحدة إخواننا الرضاع صح ألف عنده بنت تكون هذه البنت بالنسبة لعمر بنت أخيه من الرضاع واضح بنت أخيه من الرضاع فهمنا أو لا فهمنا أو أنت وامرأة رضعت من امرأة واحدة هذه التي رضعت مع تكون أختك من الرضاع صح أختك من الرضاع عندها بنت هذه بنت أختك من الرضاع بنت الأخ من الرضاع بنت الأخت من الرضاع هؤلاء كم ليس سبعة عشر كم هؤلاء هنا سبع وهنا سبع كم أربعة عشر بالمصاهرة بالمصاهرة أربع زوجة الأب أبوك متزوج مراتين أمك متزوجا على أمك ومتزوجا مراتا أخرى هذه الأخرى محرم قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إذن زوجة أبيك اثنين زوجة ابنك عندك ابن ابنك متزوج هذه زوجة ابنك محرم محرم لك تمام الثالثة زوجة أم أم زوجتك تعرف أم زوجتك عرفتها أيوة نعم هذه أم زوجتك محرم لك الرابع والأخير بنت زوجتك يعني أنت تزوجت امرأة كانت متزوجة من قبل وعندها بنت وعندها بنت امرأة كانت متزوجة من قبل وعندها بنت البنت هذه تسمى في القرآن الكريم ربيبة ربيبة قال الله عز وجل وربائبكم التي في حقوركم من نسائكم التي داخلتم بهن ربيبة تسمى هذه من محرمك تسمى بنت الزوجة وتسمى ربيبة إذا كم صار المجموع الآن ثمانية عشر امرأة هؤلاء المحارب لمسهن لا ينقض الوضوء لمس غيرهن ينقض الوضوء فهمنا ثم أعلم بارك الله فيك اليوم لم يدوق القرس لماذا لا يدوق القرس اليوم ثم أعلم بارك الله فيك وأختم بهذا أن لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعية مطلقا ينقض الوضوء عند الشافعية لمس المرأة ينقض مطلقا بهذه الشروط الخمسة التي ذكرنا هنا تلاقي بشرتين رجلين و امرأة كبيرين أجنبيين ينقض الوضوء مطلقا وأما عند إمام مالك والإمام أحمد يقولون إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء إذا كان اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء لكن عند الشافعية حتى لو كان بغير شهوة ينقض فهمنا فقط ذكرت لكم هذا حتى تعرفوا أقوال بقية المذاهب إذن تكتبوا هذا ومواصل إن شاء الله بعد الاستراحة التي لم نسمع القرس فيها تمام